اشتركوا في القناة في البداية يا ولاد عايزين نعرف من امه سلمة رضي الله عنها هي هند بنت ابي امية ابن المغيرة رضي الله عنها طبعا كان ابوها يعرف بزادي الرقب لقرمه يعني ايه يا ولاد زادي الرقب طبعا العرب كان في قوافل تجارية مثلا او مجموعة من الركاب اللي ركبين جمال مثلا فكانوا في بعض الاحيان نتيجة السفر الطويل يحتاجون الى مؤونة او طعام او شرب او ماء فكان ابوها من كرمه يعطيهم ما يحتاجون فكان يعرف بزادي الرقب يعني من يزود الركاب او من يعطيهم الزادي يعني الطعام هذا ما عرف به ابوها تزوجت من ابي سلمة عبدالله بن عبدالاسد وكانت هي وزوجها من السابقين للاسلام ثم هاجرى الى الحبشة ثم رجعا بعدها لمكة وهاجرى مع الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة دلوقتي اولاد حنتحدث عن قصة هجرتها الى المدينة اثناء استعدادها هي وزوجها وابنهما سلمة للهجرة الى المدينة اوقفهم اهله واهلها من الهجرة طبعا احنا عارفين ان المسلمين كانوا يعانون من الطهاد شديد طبعا من اهل مكة تاني حاجة استطاعوا اهل ابي سلمة ان يأخذوا سلمة طبعا حزنت الام حزنا شديدا ولكن زهب زوجها بمفرده الى المدينة نستكمل معا احداث الكصة ظلت ام سلمة في مكة بمفردها تبكي لفراق ابنها وزوجها حتى شفع لها بعض شرفاء القبائل بمكة ورد لها ولدها واستطاعت ان تلحق بزوجها للمدينة دي كانت الكصة بتاعة هجرتها الى المدينة ودلوقتي مع سؤال حبابنا المتفوقين السؤال بيقول من والد امه سلمة اننتظر اجاباتكم في التعليقات بنكمل مع بعض اولاد احداث الدرس شارك ابو سلمة في موقع البدر او في غزو البدر فاصيب ثم توفي وكان لديها اربعة اولاد ببداي الوقتي توفي وترك اربع اولاد فلما توفي تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصيب احدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا فعل ذلك به اخرجه احمد طبعا الحديث مهم وحنأكد عليه مرة اخرى لا يصيب احدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا فعل ذلك به نتناول بعض المفردات اللي وردت في الحديث يعني ايه يسترجع يقول ان لله وانا اليه راجعون اه يبقى يا اولاد بعد الشر حصلت اي كرسى اي مصيبة اي شدة ام احنا نقول ايه ان لله وانا اليه راجعون دي حاجة الرسول وصانا بيها وليها جزاء وحنعرف دلوقتي ازاي ربنا حيكافئ ام سالمة بان هي عملت كده ونفزت وسيلة الرسول طيب لما قال اجرني يعني ايه اعطني الاجر والثباب اخلف لي عودني خير اه هي نفزت الحديث تعالوا نشوف شرح الحديث يعلمنا النبي انه ما من مؤمن يسلم امره لله ويرضى بقضائه في اي مصيبة اصابته فيقول ان لله وانا اليه راجعون ثم يدعو الله ان يعطيه الاجر على مصيبته وان يعوضه الله خيرا مما كان فيه الا اعطاه ما يريد جزاء صبره وتسليمه لامر الله يبقى عايزين كلنا نقتدي وننفز وسيلة الرسول في هذا الحديث ونقول في المصيبة بتاعتنا ان لله وانا اليه راجعون وربنا حا يكافئنا ويعودنا ما يرشد اليه الحديث الشريف واحد ضرورة الرضا بقضاء الله تعالى وقدره في كل امر اثنين الصبر مفتاح كل خير للمؤمن في الدنيا والاخرة تعالوا بقى نشوف المكافأة لتطبيقها اوامر الرسول ولتطبيقها حديث الرسول مرت الشهور لتعلم بعدها ام سلمة ان رسول الله ارسل ليطلب زواجها لرعايتها هي واطفالها اعتقد ان دي اعظم مكافأة فقالت له يا رسول الله اني امرأة كبيرة في السن ولدي عيال فكانت ام سلمة خائفة من ان يرى منها شيئا يزعجه فيها فرد الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا قال اما ما ذكرت من السن فقد اصابني مثل الذي اصابك واما ما ذكرت من العيال فانما عيالك عيالي مسند الامام احمد الكلام دور في مسند الامام احمد اذا المكافأة ان الرسول سيتولى رعاية ام سلمة واولادها وبكده يكون ربنا كفئها انها صبرت في مثل هذه المحنة وايه اللي حصل بعد كده وفقد بعدها ام سلمة على الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونروح لسؤال المتفوقين كيف عوض الله عز وجل ام سلمة عما اصابها وحنستنى اجاباتكم في التعليقات بنكمل مع بعض حدث الدرس نتحدث الان عن حياة ام سلمة مع رسول الله طبعا مهم السؤال ده والمعلومة دي رافقت ام سلمة رسول الله في مواقف مهمة بسيرته وغزوات كثيرة فكانت معه في ايه؟ في غزوة خيبر وفتح مكة وحصاره للطائف وغزو هواز وثقيف ثم رفقته في حجة الودع كانت ام سلمة مرجعا للمسلمين إذ كانوا يلجأون اليها بعد وفاة النبي لسمع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقه في الدين وذلك لعلمها باحكام الشريعة يبا اذا لانها رافقت الرسول في مسيرته وفي غزوات كثيرة فكانت على علم وضراية بامور كثيرة وكانوا يرجعون اليه وصلنا مع بعض الاخر احداث الدرس وفاة ام سلمة كانت ام سلمة رضي الله عنها اخر من مات من امهات المؤمنين رضي الله عنهن فقد توفيت سنة واحد وستين للهجرة وممكننا نكون وصلنا لاخر جزء في الدرس ارجو ان تكونوا كتستفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة